والله الدنيا شكلها حالو عندك ياكوس. الدنيا شكلها كويسة هي. اول حاجة واضح عندي انه فيه تطور مادي او يمكن تكون فلوس جاية يعني واشتازن تكون الحالة المادية حتعلة بس ان شاء الله فيه فلوس جاية وفيه حالة كده رخاء ان شاء الله. شايفك بتقود عربة ومتجح بسرعة. انت المسيطر على الامور دلوقتي ياكوس وانت طبعك مندفع شوية. وراكب عربة كمان يعني انت ماشي فلوس جاية. فبالراحة شوية هي الدنيا شكلها كويس متقلقش من حاجة كل حاجة حلوة بس خد وقتك شوية مفيش حد بيجلي براك. عندك عجل تحص الدنيا ان شاء الله بتتسهل. يعني الحاجات دي وقتا ان شاء الله بتتسهل. لكن فيه هنا شوية خوف. انت خايف من حاجة معينة. خايف من تغيير في شغلك. واضح انه هيحصل. فيه حاجة هتتغير. الكلام بيتعاد اخرجي وتخلي تاني يا رين. فيه تغيير هيحصل في شغلك فعلا. شكلك هتروح شغل تاني او هيتغير مكانك جول الشغل بتاعك. فيه حاجة عندك هتتغير. فيه موت لشق وولادة شق جديد. يعني. افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس ولا ايه الدنيا عندك متشقلبة فيه عمليه التحول بتحصل عندك. معاها بعدها تطور مادي تاني. يعني تطور عندك مادي مرتين. هنا وهنا مرتين. الناس اللي حصل بينهم اه انت حباوز الراودر. اللي حصل بينهم انفصال. شكل فيه رجوع لحبيب قديم. او اه ممكن او ممكن يكون اه رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة مش لازم يكون صديق. اه بس المهم فيه حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو. حاجة حتفرحك حتبسطك. فيه ارتباط هنا. بس مش ارتباط جديد. يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشركهم قوي دلوقتي. وانه هما ماشين مع بعض في خط واحد. عندنا كمان king of swords. اهو. بيقولك انت شخص ازاك يقوس. ومحبوب. وعندك كمان بتدي نصايح كويسة. والمنطق عندك. اه المنطق عندك كويس. يعني منطقك في التفكير كويس جدا. اه اللي مش بيشتغل. اللي مش بيشتغل. فهو خايف من خطوة هيخدها. اه. حاس انها هتغير حياته. وخايف ان هو يخدها زي ما انتوا شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين. حاس ان هو مش شايف قدام مش شايف الخطوة اللي بعدها ايه. فعنده شوية قلق. اه. يبقى كارت ده بيقى معناه انه برضو هتتعلم حاجة جديدة. لو انت ما بتشتغلش. فانت ممكن تتعلم حاجة جديدة. والتحول اللي عندك ده لو مش حاجة في الشغل فهو تحول شيء في حياتك. في موت لشيء. وولادة شيء جديد. اه الناس اللي مرتبطين. علاقتهم كويسة. الناس اللي حصل بينهم انفصال. ان شاء الله في رجوع. الناس السنجل. مفيش حاجة جديدة. اوكي? لخص القرية بسرعة. تطور مادي كويس. في عجل تحظ بالدور. الحاجات الوقفة ومتعطلة. حتبتدي تمشي وتتسحل. اه في عندك عربة. انت راكب عربة وماشي بسرعة. وانت القائد. انت اللي بتحرك مفيش حد بيحركك. لأ انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك. خوف من تغيير. بس هيحصل هيحصل. خفت او ما خفتش بس شكل. فيه تغيير جاي. فيه حاجة جديدة هتتعلمها معها. تطور مد جديد هيحصل غير الاوليني. وفيه رجوع لحبيب قديم او شخص عزيز عليك قديم. اه وفيه ارتباط قوي نحو الشريك. للناس المرتبطين. كمان اللي هو بتاع الاتنين المرتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار. ان هما اتنين. فيه حاجة انت بتختار بينها. ما اعتقدش ان هما شريكين. مش وصل لي الموضوع ده ان هما شريكين. بس لأ انت واقع في اختيار. اه قوس انا بس اللي بيخوفني منك التصرع بتاعك حاول ان انت ايه تاخد وقتك شوية في التفتير بلاش التصرع ده. بس الدنيا عندك الحمد لله الشهر ده شكلها ماشاء الله حلوة قوي قوي قوي. اوكي. الجدي طيب. الجدي بتطلب كتير يا جماعة. حلوة قوي. يا ساعد مساكي يا هند. واحد وعشرين ديسمبر ايه? اه. ده اول يوم في الجدي يا حوتي. بازن الله يا دعا. فيه حاجة حلوة فيه تغير ان شاء الله بس فيه تغير كويس. يعني تغير حلوة ان شاء الله اللي جاي. والانترنت رجع الحمد لله. بس انا خايفة ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يبصل تاني. فاخليني على البقاء وخلاص. شوف لايب منوراني. منوراني يا لحن الحياة اهلا بيكي. نصرعي في عين ومساني يزبقني. لما حد ينصبني. والله يا بنت مش لوحدك يا ريم. يعني كلنا. لحن الحياة واي حد جديد منورين اللايب. اه لو عجبك تليز اعمالي مشاركة يعني دوسي اعجاب بالصفحة. ومتابع لشان تشوفي الفيديوهات الجديدة. انا كل كل يومين بطلع على عين. تعالي نشوف بلح حالة العطفية اخبارها ايه. والعفية ليه يعني ايه يا صافي. ما نجيت اقولي. يا حبيبتي يا مروة ده انت الامارين. ازيك يا روحي. لا تكونين جاية تقولي كده وتمشي يعني. لا خليكي قاعدة معاني. مساء الفل يا حكاية عشرة. اوكي. تمام. يلا الحالة العطفية للملموعة الاولى. تسلميلي يا هدي. عن القوس. احنا بنقولي القوس النهاردة هو. يتقال. قلت بدل برج تاني. ليه؟ لان تصويت كان صارح الحمل. بص يا اسراء. هو فعلا حصلت. قلت الحوت بدل الحمل. بس رجعت قلت الحمل. وبعد ما قلت الحمل الصفحة تقفلت. والفيديو ده انا مساحته. يعني يعني انا مساحته بنفسي لان كنت خايفة تكون الصفحة تقفلت. بعد يعني بسببه هو ان انا قلت حاجة غلط في الستريم ده. فعملت له دليت. انا شيلته. بس انا قلته والله يا حبيبتي. بس ان شاء الله هعيد قريته. تاني. ولا اهمكو خالص. يا حبيبتي يا شايمة تسلمين. مساء الفل يا سعيد. لو اخدت بالكم ارجعت لكروتي القديمة تاني. بشحن الجديدة. يلا بينا. الحالة العطفية للمجموعة الاولى برج القوس. حالة العطفية للمجموعة الاولى برج القناة. حالة العطفية للمجموعة الاولى برج القناة. حالة عطفية ترجم الوارد. طيب انا ليه حاسة ان الطاقة عندكم في الحالة العاطفية مش حلوة بصوا واضح انه في اختيار فعلا الشريك القوس قصدي القوس عايز يحسن اختيار شكله بيختار بين شخصين ومحتار بينهم او ان هو محتاج يرتبط بشريكه اكتر يعني حاسس ان هو مش متبط بكفاية معرفش هو حاسس حاسس ان علاقه مش مكحه قوي حاسس ان هو مش حاسس بامان قوي طلع كرت الشمس يعني فهو عنده نقص في الامان او نقص في السعاده عنده نقص في حاجه شايفش ديكو ازاي شايفش ديكو بيحبه يعني هو عارف ان هو بيحبه طيب ايه الموضوع شايف شخص رومانسي شايف ان هو شخص رومانسي يمكن هو رومانسي بس ببقاش رومانسي معاك ولا ايه الموضوع الطاقة فيها جرح فيها قلب حزين فيها حزن الشريك بقى عايز ايه الشريك عايز يبقى عن المشاكل ويروح مكان هادي يعني واضح انه ممكن تكون بطاقتك الايام دي سلبية شوية فهو محتاج يبقى عن الطاقة السلبية دي ويروح مكان بعيد عايز ايه كمان عايز زي ما تقوله حد كبير يحكم بينكو يعني ايه مين غلطان ومين مش غلطان شايفك انت ازاي شايفه حظ يعني هو شايف ان هو بيمده بالحظ وبيمده باليعني زي ما تقوله بيتفاقل بيه لما بيبقى معاه اموره بتتساهل فاهمين وشه حلو عليه شايفين هو وشه حلو عليه اللي بيحصل الشهر ده في قلة مواجهة يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقلش مفيش مواجهة بتحصل هاي بتدخشوا في مرحلة جديدة شوية ممكن تكون مرحلة احسن مرحلة احسن شوية بس فيها برضو عزلة يعني انا شايفة ان القص منعزل وقاعد لوحده وقاعد يفكر يعني رأيه يا جماعة طب احنا حطينا قدنا عن مشكلة طب انت يا قوس شايف ان الشيكك بيحبك لو القراءة زي ما انا شايفك كده ان القراءة ماشية صح انت شايف ان الشيكك بيحبك وانك انت وشك حلو عليه وكل الحاجات الحلوة دي ايه سبب الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه او انت حاسس ان هو مش مرتبط بك كفاية وان العلاقة مش ناكحة وانت مش سعيد حاس انت مش سعيد كفاية العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنتفصل عن شريكك حتى وجدانيا يعني حتى بمجرد تفكير ده انا مش شايفة ان هو قرار صح انا شايفة ان لو عايز تقرب قرب بس قرب انا مش شايفة مشكلة ان انت تقرب وتعبر عن مشاعرك وتعبر عن اللجواك وشيكك هيسمعك لانه بيحبك يعني السمبل ازداد بالبساطة دي بالزبط كده هو بيحبك فهيسمعك وبس وشيكك مش عايز مشاكل دلوقتي ياكوس يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي هو حابب يكون فيه هدوء شوية لان طبعا هو عنده اكيد حاجات بره كتير يعني ايمة بالواجب معاه ومش شايف ان هو يعني فيه سبب بيخليك تكون متدايق منه بالطريقة دي فمش عايز مشاكل وانا صراحة اعذروا في حاجة زي دي تراما مفيش مشكلة اساسية يعني انتوا قادرة طبعا اكيد فيه تفاصيل جوه انا مش عاركاها بس ده الصورة العامة الصورة العامة شريكك بيحبك شريكك مش عايز يعمل مشاكل معاك وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا بره امان فياريت ياريت تعدوها بقى مع بعض كده اديكوا في ايدين بعض شبكوا اديكوا كده وعدوا روحوا بره الامان مع بعض بهدوء كده لان ما فيش اي داعي لللي انتوا عاملينه ده كويس جدا يا عبير حلو حلو جدا خلاص يبقى زي ما قلتلكو بليز امسكوا قدين بعد كده وعدوا كده بناحية التانية بالراحة والمواجهة مش شرط تكون المواجهة فيها يعني عنف انتوا محتاجين تواجهوا اه انت رحتاج تطلع لجواك بس فطلع وارتاح يعني قول لجواك وارتاح الاسد اتقال صحيح يا لله احنا قلنا برج الاسد بشكرك يا رؤى انا قلت المرحلة الاولى دلوقتي شفت الحظ عندو حلو قوي القوس المرحلة الاولى هنشوف دلوقتي المرحلة التانية اخبارها ايه مك صح ايه بشكرك يا اسيل مش مهتم بيك هادي مشكلة حلوة قوي يا ام ادهم وصلنا ليه المشكلة الاساسية طيب مش مهتم هل هو مهتم بحد تاني ولا هو مش مهتم لان هو عندو حاجات اه تعباء اصلا قرادي ضغوط حياة ومسئوليات وشوية حاجات كده فبتدي احتميمه يقل من عندك شوية لو دي الحالة معلش يعني يستحملي شوية يعني عدي شوية عزوريه التمثيله العزوريه وبطريقة ظريفه كده يعني مين حايديني اهتمام ليرك؟ انا محتاجة شوية اهتمامي يعني انا عارف انا مقدار ان انت عندك حاجات ومجهول وعندك شغول والحاجات دي كلها بس انا برضو ليه يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت مفروض تهتم بيها فم عايزة بس شوية اهتمامي مضوع بسيط خالص والله مش مش محتاج العزلة يعني مش محتاج عزلة خالص يا حبابتي وانا بموت في كياز جنايلة كلمة صح؟ بشكرك يا هودا العزراء قريب حاببتي حاضر حاببتي يا شقاوت اسكندرية عفكرة كلامك صح جدا بسبب البعد الاهنان وعدم الاهتناء اه فهمت 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 بسيطة قوي يا جماعة والله بسيطة مين عامل حاجات بتعيط؟ لا تليز انا عايزة قلوب ولايكس اه تم استهلاك المتاح خلصنا خلصنا الانترنت طيب نخش بقى على المجموعة التانية القراءة العامة لبرج القوس الجميل اللي مش متسرع ها 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 ه مع شخص. خلوا بالكو القوس مش كله بيمش عليكو. القراءة دي شكلها قراءة ولادي. فالبنات بس راحة شوية وانا هقولوكو بقى ريادكو انتو بعدين. بالنسبة لكو انتو انتو هنا في اتفاق مع شخص مع الشريك نحو المستقبل. حد هيجي ويتكلم وخلاص عايز ايه ارتباط رسمي. الناس المتجاوزين برضو قاعدة مع الشريك وبتتكلموا وبتزبطوا حاجة نحو المستقبل. بترسموا مستقبلكم مع بعض. هتعملوا خطوات نحو المستقبل او على قل اتفاق يعني. بالنسبة للولاد بقى فهو ارتبط بشخص. بس هو مع شخص تاني. بس فيه شخص تاني. الموضوع هيتعرف. فحيزعل. لأ حيزعل. لأ الطرف اللي اتخدع او هم اكيد اللي اتنين اتخدعوا. حيزعل وهجيد ناس تزعل. بص دي بعمل ازاي? زعلان. واتصار تبعد. تبعد. فراء. تحس بخسارة شديدة. شديدة تقريبا هتخسر الاثنين. يقص لو انا لحقتك قبل ما تعمل حاجة زي دي. وقف اللي انت بتعمل ده. انت بترتبط بالشخص او بتوعد شخص. بحاجة نحو المستقبل. وانت قردي مع شخص تاني. فيه علاقة سلسائية. خلاص? تعالوا بقى نكمل قرية عادي بقى انها ايه? تبقى ولاد وبنات. البنات. احتفال. احتفال. هتحتفلوا بحاجة. شكلها شكلها خطوبة. الشخص اللي هيتعرفوا عليه ده او هيتفقوا هتفقوا معهم على حاجة. ان شاء الله في احتفال. لو انتم متزوجين برضو بتحتفلوا بحاجة.